فيتوريا هيموت من الغيز والغيرة تجاه كلر الحمد لله نحن ما جناش فيتوريا يوم ما فهاش إرهاق اعمل لايك واشتراك ايه الموضوع؟ اللاهلي يعني عملها بالشياك كده رفض يبعت ياسر إبراهيم لمنتخب مصر طبعا الموضوع جاي ان ياسر عنده إرهاق ومجهد وكده ممكن الكلام ده ما يخشش على ناس بس الفكرة ان اللاهلي بعت محمود متولي ومحمود متولي كان لازم بتعمله نظام معين في الحمل البدني وبالتالي اصلا المدرب بتاع الانتخب مصر اللي هو روي فيتوريا يعني بيجيب اصلا معدي بدني مش تابع اصلا لاتحاد الكورة ولا معاه ده هو في اللعبة اسمها الخماس الحديث زي بهم اللعبة تانية وكولر شغل بنظام وحمل بدني معين غير اللي خبطة تحت المنتخب المهم محمود متولي كان عنده اصلا تاريخ إصابات فبالتالي كان لازم بتعمله معها معاملة كويس وصيب محمود متولي وانا عندي اصلا محمد عبد المنعم مصاب وعندي كان ربي ربيعة مصاب فيعني مش فاضل غير ياسر إبراهيم حبعته كمان ويتصاب وانتو اصلا مش تغالين شغلي صح والماتش ودي كمان الفكرة كمان ان روي فيتوريا ايه اللي مخليه متغاز من الاهلي ده ظني يعني ليه الاهلي طبعا كان بفاض روي فيتوريا وروي فيتوريا نطت علينا وطلب طلبات كتيرة وفلوس كتيرة ومش عالف ايه ومجاش وبعد كده الاهلي الحمد لله ان هو جاب كولر كولر ماشي مع الاهلي بخطة ثابتة كولر راجل منظم كولر راجل علمي كولر شغال شغل شغل بدني وتخطيط عالي وصوته من دماغه وقراراته من دماغه ومحقق نجحت مع الاهلي روي فيتوريا جه مصر وشاف تعامل الاهلي ازاي وشاف تعامل بتوع المنتخب ازاي طبعا المنتخب ده يعني مش حاجة مخططة ده يعني شغل كل شغل فردي يعني اصلا احنا قلنا ان الحازم الناهي هو حازم امام فاعتبر التحاد حازم امام والشغل فيه عشوية مفيش تخطيط وشاف الاعلام بتعامل مع ازاي وشاف الدنيا عامل مع ازاي فعرف قيمة الاهلي وتخطيط الاهلي ونظام الاهلي ومفيش مدرب اجنابي جه فمصر وشتغل في الاهلي وفي حتة تانية الا ما يقول الاهلي هو الاحسن سواء بقى في التحاد كورا وديناش شايفين كروش لحد الوقت يمخدش مستحقاته او اشتغل في اي نادي تاني من المنافسين فبالتالي فيتوريا عرف قد ايه النعمة اللي فيها كولر وانا هنا مش بجامل ولا بطبي وانا بقولك حازم امام هو المسيطر هو اللي يعني الحمدلله ان احنا جبنا كولر فيتوريا صوته ومش من دماغه فيتوريا تلع مدرب مش مسيطر بيعمل حاجات ساعات بتفرد عليه والاهلي طبعا الدايق من حتة كريم فؤاد انت اصلا كمدرب المنتخب مصر ليه تجيب في سرتي الاندية انت محتاج الاندية ومحتاج علاقتك تبعه لهم عن الاندية فزاي تقول ايه انا اخدت كريم فؤاد لما الاهلي ما كانش واثق فيه ومين قالك ان احنا مكنتش واثقين فيه ومين قالك ان كولر ما كانش واثق فيه وازاي تقول كده ده حتى لو ده حقيقي اصلا فاش تقول كده بس اصلا ده كمان مش حقيقي ومش من حقك كوانت مدرب نادي الزمالك او مدرب نادي الاسماعيلي عشان تطلع تهاجم او تتكلم على ادارة نادي تاني او تتكلم على مدرب تاني ماينفعش ان انت عملته وبالتالي قالي كان لازم يعرفوني ده غلط تصريح زي ده تصريح خاطئ جدا ده يعني ما عارفش ده فيه نفسانة ولا انت انا مال انت مش ما اخترتش كريم فؤاد او مش عايز كريم فؤاد لكن ما اطلعش اسباب تفهة ومبررات لنفسك انت مش عايف تواجه بقى الصحفيين مش عايف تقول الحقيقة ده حاجة ترجعلك وبعدين برضو غلطت قبل كده غلطات يعني بيانت ان هو صوته مش من دماغه لما سب احمد سيد زيزو وتقريبا الوينش للزمالك وبرضو لما مخدش رعبت الزمالك فماتش الزهاب حاجة غريبة جدا يعني مدرب مش مسيطر يعني حتى ما كانش زي كيروش كيروش كان مسيطر عنه بكتير وهم البرتغاليين خدوا بالكو يعني مش مش اوروبين سيرف البرتغاليين برضو فيهم حبة المشاعر ما تعرفش بقى اخدوها مننا عيام ما كنا محتلين يعني مش محتلين ايام ما فتحنا الاندلس واعادنا فيها تونويت سنة ففي البرتغال واسبانيا هلهم اتأثروا بينا ولا ايه فبقى فيهم حبة عربي كده ما تعرفش لكن الاهلي عمل الحركة دي عشان يعرف فيتوريا ان لا الدنيا مش سهل